ضلتم به واضح من حيث الترابط المنطقي لكن يبقى السؤال عن هذه المصطلحات التي تستخدم الديانة اليهودية، الديانة النصرانية، الديانة الإسلامية هل هناك إشكال في استخدام مصطلح الدين في وصف هذه الشرائع؟ إذا التفت إلى جانب التوحيد والإيمان فنعم الإشكال واضح إن الدين عند الله الإسلام قال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وسمى لنا ربنا تبارك وتعالى طائفة من أنبيائه الكرام ورسله عليهم الصلاة والسلام في كتابه الكريم أنهم قالوا أنهم من المسلمين وأنهم كانوا يدعون إلى الإسلام أما إذا التفت إلى الشرائع فحينئذ يمكن أن يسوغ هذا التجوز بدليل أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين فسمى ما عليه الكفار دين باعتبار ما هم عليه من اعتقاد سماه دينا هذا يمكن أن تسمح به اللغة لا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي ولا من حيث دلالة هذا الاصطلاح الشرعي على التوحيد والعقيدة إذا انصرف إلى الشرائع الأحكام العملية فحينئذ يمكن أن يطلق تجوزا ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة